مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم كود زكريا لتعليم السياقة ومرحبا بكم في هذه السلسلة رقم 12 من امتحان نظري لرخصة السياقة سيف باء قبل ما ابدأوا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد و اي قصير على القناة او اي ملاحظة خليونا تعليق ديكم نبدأوا على بركتي الله يمكن التعب يزيد من فترة الاسترجاع بعد الابهار نعم جواب واحد لا جواب جوج فترة الزمنية دي الرد الفعل نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم 1 ثلاثة واخر نحاول نتكلم على السؤال اللي هو الثاني عاد نشوف السؤالون يمكن التعب يزيد من فترة الاسترجاع بعد الابهار انا نحاول نشرح لكم هاد الاسترجاع بعد الابهار بواحد المقارنة مزينا وغسعرفوها نتخيلوا شي واحد نعز في واحد البيت وذاك البيت مضلم مضلم و نعز سيد وفي الصباح نحلنا عليه الشرجم و ضربته الشمش و في اقناع ذلك السيد كيفاش غاي حس بعينه؟ يبقى يشوف ذلك الشرجم و يبقى بشوية يحك عينه و الشمش غاد ضربه يعني غاي يستغرق واحد بدع ثواني عادي يحاول يشوف الشمش يبقى السائق ولكن السائق لا يكون سائق و لا يكون في اشهات التعب و في الارهاق ماذا يبقى عليه؟ إذا جاءت شيطاناو بالاخرى و ضربته بذلك الضوط طريق يعني بالفار يعطاه الضوط طريق هنا شو يبقى؟ باش يسترجع هذا الابهار لفترة الاسترجاع ما بعد الابهار كالطوال عنده لانه كان اصلا مرهق و كان كيف يصيبه التعب هذه الفترة الاسترجاع مع بعض الابهار يمكن لي السائر بأضواء الوضع جواب واحد بأضواء التقابل جواب جوج بأضواء الضبابة دي للقدام جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة واخر نشوف الجوج شنو فيه؟ هنك نلاحظو ان الجوج فيه الضبابة القاعدة شنو كتقول في الضبابة؟ دوب التقابل هنالطوال على الدوب الجوج ولو دوب البابة دي للقدام ولو تتقابل دوب الممتряك و احاول على هذا عمل الممتاز لكسحتي ان يخزين من غير الدوب玩 stop كيف تكون خدمة الدخول التقابل و الدخول تقابل تقابل one و أدواء الضبابة القدام الآخر قبل أن نجاوز ندخل سائقة هذه الدراجة مع المنبيه الصوتي جواب 1 إشارة ضوئية جواب 9 جواب صحيفات السؤال هو رقم 1 بعض الأسئلة يجب أن نكون ندكيين فيهم وإذا لم نكن نعرف القاعدة لن نعرف القاعدة يجب أن نكون ندكي هنا يجب أن نرى السؤال يطرحون لي جوج الاختيارات ونحن يجب أن نجواب أقل الاختيار هو رقم 1 يعني هنا أعطوني أسئلة إما سنجواب رقم 1 أو إما سنجواب بهم جوج يعني عملية سهلة هنا نرى هذه السائق الدراجة لا يوجد ملايات في الجنب إذا قامت بإشارة ضوائية لا سنرى إشارة ضوائية ونقوم بإشارة ضوئية إذا قامت بإشارة ضوائية فإنك هل سيكون قادرة يجب أن نحو بإشارة ضوائية يمكن لي نتوقف على ليمن على جنب الطريق نعم جواب واحد لا جواب جوش على الطريق نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال ورقم واحد اربعة كيف كنشوف خارج المدينة ميكي قعدنا قريعة الطريق والحاشية للطريق على الطريق رغم منوع الوقوف والتوقوف اللي يوقف والتوقف يشamps يخرج حاشية للطريق كينشي ثناء واحد اللي ما تقدرش يوقف حاشية للطريق إلا كامل مناعرش غايدوه على الليم الليم الشي لكا المناعرش على لا ياشر معاش مشكلة غايقف حاشية للطريق غايخورج من من القارعالطارق اللي هو زفت القودرون يخرج منه يخرجوا الروايز كاملين ما عندك مشكلة حاشية للطريق حاشية للطريق هوي من هنا في Junior رملا وتشوفنا. حالة وحدة اللي ما قدرش نوقفه في حاشة للطريق. إلا كلمون عراج غي يدور على اللي من. علاش? لأنك اللي توقفتي غي تحشب الرؤية على العربات اللي غي يجون من مؤرك. بالواجب على السائق يرقب ديما نضافة الأضواء الخلفية. نعم جواب واحد لا جواب جوج. جواب صحيفات سؤال هو رقم واحد. هدا سؤال كتعتبر اليوم انتيحان. كتعتبر كهدية. هدية كتعتبر الكونديدال اللي كدوهوزن انتيحان. باينة السؤال مواجهة بل السائق يرقب ديما نضافة الأضواء ديما ديما هدو جواب نعم وصف. عند وجود الرملة في الطريق. مسافة الحاصر كتكون. أقصر جواب واحد. أطول جواب جوج. مشابهة جواب ثلاثة. جواب صحيفات سؤال ورقم جوج. وما يكون هناك في الطريق او في قارعة الطريق ما يكون وجود يلا الرملة. الرملة فيها واحد الحبيبات لانها ما كان بغدر مسافة الحاصر هي مسافة الفرن. هنا جواب يقع لها مسافة كتطوال. ما يجبنا على الطوال ما يكون هناك أقصر ما يكون شابه بحل يكن ما يكون على قارعة الطريق بلا وجود رملة على الطريق. ما يمكن لي نوقف قبل ما نوصل لها السيارة. ندور الميقود اللي سر مع القيام بالحاصر. نعم جواب واحد. لا جواب جوج. ننفع رجلي على الحصار قبل ما ندور الميقود. نعم جواب ثلاثة. لا جواب جواب صحيفة السؤال ورقم جوج ثلاثة. نحاول لنشرح هذا السؤال مزيان. بالنسبة للسؤال ما يقول. ما يمكن لي نوقف قبل ما نوصل لهذه السيارة. إنه ساب في لاحظة الآخرة. إنه ما يمكن لي نوقف خاصة ندور الميقود على اللي سر. هناك حاجة طبيعية لكي نهرب شوية اللي سر. ما قلنا؟ وش ندوره الميقود اللي سر مع القيام الحاصر. إنه ندور الميقود اللي سر. ونحط الرجلي على الفران. إنه مفراني. هنا لا. لماذا؟ لم يكن نحط الرجلي على الفران. راها الفولون. لا يمكن شيء يدور لك. ما قد تحكم في عرباتك الساعة. ما قد تحت ترجع لك على الفران. الفولون ممكن تدوره. هاد العربات لي هم مجده. ولا فيما دك النظام ديالها باس. ولا كي يعاون شوية لها المسألة. بالنسبة للسؤال الثاني. أشكرنا. نرفع الرجلي. إنه هز درجة الحصان حي يدرجع الفران قبل ما ندور الميقود. هذا هو اللي هو صحيح. يعني تلبي تدور الميقود. هز درجة لك على الفران دور الميقود أو تفراني أو تاني من بعد. فهمتوني. دبا إلا 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 بقيت يحط رجلك على الفران. آآ العاجلات مع مروم يدورو لك وخاش بغي ما تدور في الفولون ما يدورش لك. لكن لو باش تدور يعني كتهز رجلك على الفران. وكتدور الميقود وتعود فراني أو تاني. هنا في الحالة اللي كنسمي هوها انه كنضغط على الفراني مرات كثيرة من متوالية. يعني كنبوم بالفران. نوقف جواب واحد. نبه بالميبه الصوتي. جواب جوج. ندوز. جواب ثلاثة. جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد. واخر ان تكلموا على القاعدة العامة دي الممراجيني. بالنسبة للممراجين عندو جوج قواعد. عدوها حاولوا تحفظوهم وحاولو تكتبوهم عنكم دي مديرو احضركم واحدة اكتاب شريوه. واستي له في متس نطل هات السلاسل. رام مرة مرة نعطي بعض القواعد. اه ان شاء الله في المستقبل القريب رقا نحاول نحط دروس ديل كل محور انا حط دروس مفصلة. واخر بي سمن لنعطي قاعدة العامة دي الممراجيني. إلا انت سوولوك ممراجين بصفة عامة. يعني الصورة فيها ممراجينين. وسولوك اه بصفة عامة. قل لك ملواجب نعطي كذلك لن تقدم بصفة عامة يعني من الواجب للعادة الأسبقية الراجلين أنت لم يحتاج تشوفوا الصورة بدون يتسمى من عادة الأسبقية الراجلين حقا كنت مناعتني أن أيضا أستطيع أن تدخلين أو أن يتجاهل أن يصير هذه الأسبقية الراجلين ما تصدر بصفة عامة أغلق بالمراحلة a لتكيل القاعدة الثانية بتشاهر سئول إلى شكل فعل أمر كيف أعليف شكل فعل الأمر ؟ تقلوا لك ، أفعل اليش أو ينتظر هنا لا هناك نحتاج نحلل الصورة إذا أعطوك جوج قوعد الكنين في مراجين إذا أعطوك سؤال على شكل فعل أمر قالك ندوز جاوب واحد نوقف جاوب هنا لا تحتاج للصورة للا تحليل كيف تحلل الصورة؟ إذا شبت هذا الراجل أحط ترجله على مراجين وإذا كنت تضع الخضر إذا كان هذا الراجل بقي ما أحط ترجله على مراجين في الممكن لك أن نقضي الخضر ستزيد لك شموشك سترجل الحمراء لك شيء طبيعي ستوقف هنا أضعنا أثلاث الأختيار نوقف و ندوز يعني أضعنا شكل فعل أمر نوقف هذا فعل أمر هنا ماذا نقص نحلل الصورة؟ أنا أقصد لي هذا الراجل أحط أرجلهم على مراجيني ماذا نقص نقص نوقف؟ أبقى لي هذا السؤال الذي هو ثالث تضعوا نبه من المنبيه الصوتي أنا أعرف قاعدة تقول بل لي ممنوع المنبيه الصوتي أنا راجيني هذا كلها كيف حدثتهم وأيضا نرى كل الأسئلة كاملة ستقفقها لا يدوى بقى أشوائي أو أنه بالمنطق ستقفقها لننتزموه بهم وإن شاء الله كوشي غيجيب عشرين غيجيب أربعين لعربعين ابتداء من هاد العلامة يمكنين صوق بستين كيلومتر في الساعة جواب واحد بسبعين كيلومتر في الساعة جواب جوج مية وعشر كيلومتر في الساعة جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال ورقب واحد جوج نحاول نحاول نغير طريقة الشرح على السلاسل اللي فاته باش اللي مافهم شف السلاسل يحاول يفهم معي فات السؤال وخب نشوفه النوعية الطريق نحن فيك نتواجده نتواجده خارج تجمع الساكري يعني خارج المدينة وخارج المدينة فش حدودة السرعة محدودة السرعة في مية كيلومتر في الساعة احنا بداعرفنا لحد الأقصى دير السرعة مية كيلومتر في الساعة دير اللولة نرجع لعلامة العلامة التي تسمى نهاية تحديد السرعة 60 لا أشياده هنا في هذا العلامة أشياده في الطريق يعني نحن إذا كنت أتواجده في لقل كنت أتواجد في طريق كنت أصد 그렇بت علامة جيدة أمست صرحة وتقوم بها 60 يعني لم ت stampede sal reached 60 وصدفتها هذه العلمة نهاية تحديث السرعة يعني قال لك هذه العلمة التي كانت اشتياق بل لم يقعش خدمها هذه النية لأنك تعرفوا المنع كامل يتطبق ابتداء المنعمة ويحسن عند ملتقى الطرق أو عند بلاكة تنهيه ودوم البلاكة ينهي المنع هذين يكونوا ضيراً بالرباط بالبيض وعندما تشريطة بالرماد هذه العلمة تقول نهاية تحديث السرعة ستين يعني قال لك هذه العلمة التي كانت تقبل لم يقعش خدمة تلغت ماذا تحور في الطريق؟ تمشي بستين تمشي قلب من ستين تمشي فوق من ستين لكن غطرت بالبال السرعة القصوى السرعة القصوى لعدها هي 100 يعني نقدر نجاوب بستين والسبعين المئة وعشرة ممكن نجاوب بها السهم اللي مرسوم الأرض كي يعلم بأنه واجب نغير اتجاه على اليمان في مرتقة الطرق المقبيل نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال ورقم جوج واخر نحاولو نعرفو بهذا الأسهم هذا الأسهم هذا السهم هذا السهم ما تسمى السهم الانحياز؟ حاولت نعطي وعفكم هذو الأسهم اللي كيكونوا غير مقوصين تسمى السهم الانحياز الثامج ما يقول إذا كنت ستجد في الطرق يقول لك شوف دروية تلتزم الأقصى اليمين يعني يقول لك هذا الشيء يقول السهم الحياز يقولون واخر الأسهم الثاني كديرين لا يكونوا مقوصين بذلك يكونوا يكونوا يزاوية قائمة إذا كنت ستجد على اللي من يكونوا يزاوية قائمة أو يكون فلاش غدينيشا يعني ما ستجد على اللي من لا يزا هذو الأسهم كي تسمى السهم الانتقاء أو السهم الاتجاه هات السهم هذا ما قال لي؟ قال لي هذا السهم الانحياز قال لك شد ليمن لكن هذا اللي فيه زاوية قائمة يقول لك كان دار على اللي من كان على اللي من لا يصر كان غادي نيشان يقول لك سير نيشان وتهو مرة يشتبرون من السهم الإجبار هنا شو قالوا السهم المرسوم على العرض يعلم بأنه واجب تغيير تجاه اللي من في منطقة طريق الموقفين قال لك هات السهم قال لك شد ليمن ما قاش لك دار على اللي من لو كانوا نحطونا سهم في زاوية قائمة دار على اللي من كنا نقوله ان دار على اللي من لكن هذا قال لك شد ليمن موسيقى موسيقى